نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية بشأن تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء مشددة على تنفيذ الدولة استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018 والتي أسهمت في تحسين ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي ينشر سنويا عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية